هلو ايبريوان هاواريو اهلا وسهلا فيكم بقناتي اذا عجبكم من الفيديو لا تنسوا لايك شير وسبسكرايب تفعيل الجرس ليصلكم كل جديد امكانكم متابعة على صفحاتي على الفيسبوك التي ايضا تبث هذه الفيديوهات بالاضافة الى القناة على اليوتيوب معكم انا دعا ديبو let's begin year 16 saved a baby bird listen on read what's that on the roof dad i think it's a baby bird look the baby bird can't fly perhaps it's in danger can the mother bird save it i think it can't can i climb to get it dad i don't think you can the roof is very high we need a ladder oh baby bird come back to your nest great i think the birds are happy thank you dad سوفاعد مع الترجمة save the baby bird يعني انقاذ صغير الطير what's that on the roof dad ماذا هناك على السطح يا ابي i think it's a baby bird اعتقد بانه صغير الطير look انظر the baby bird can't fly الصغير لا يستطيع ان يطير perhaps it's in danger ربما هو في خطر can the mother bird save it هل بامكان والدته او امه ان تقوم بانقاذه i think it can't اعتقد لا can i climb to get it that هل استطيع ان تسلق لانقاذه يا ابي او امسكه i don't think you can لا اعتقد انك تستطيع the roof is very high السطح عال جدا we need a ladder نحن بحاجة لسلم oh baby bird oh يا صغير الطير come back to your nest عد الى عشك great عظيم i think the birds are happy اعتقد بان الطيور سعيدة thank you dad شكرا لك يا ابي بزاود دعونا نتعلم i think بدنا اخذ think i think اعتقد يعني i don't think لا اعتقد perhaps ربما ربما ما بنعرفه ربما كيف رحقول انا اعتقد بانه صغير الطير قل i think it's a baby bird هون انا بدي احفظهم i think it's a baby bird i think it's a baby bird هيك احفظهم ضل بعيدهم لحتى احفظهم اعتقد بانه صغير الطير طيب كيف بدي يقول ربما هو في خطر بقول perhaps it's in danger perhaps it's in danger i don't think you can climb the tree لا اعتقد i don't think i don't think لا اعتقد انك تستطيع تسلو الشجرة اذا مضل بعيدهم وبحفظهم هيك بعيدهم وبحفظهم اكسساية 3 اصي كان انصره انا عندي محادثة is it a horse هل اطلعوا هون عم بيعملوا اشكال بيديهم عبوا الظل انه is it a horse هل هذا حصان no i don't think it's a horse لا اعتقد انه حصان i think it's a goat اعتقد بانها مأزة عن زاية يعني طيب اكسساية 4 read and complete هون بدي اقرأ وبدي كمي the grasshopper the grasshopper on ant الجراد والنملة think يعتقد summer safe perhaps ربما ant نملة 1 i think it's summer اعتقد انه صيف 2 look انظر the farag works hard من اللي هم يشتغل بجد طلعوا على الصورة انظر 3 i don't farag the grasshopper is happy لا اعتقد بان الجرادة سعيد فور فراغ it's hungry يلا طلعونا ياهم من الكلمات ونزدوها it's hungry يعني جائع exercise 5 exercise 6 دول انشطة صوتية صفية ضمن الصف متبع فيها ارشادات المدرس لكن في عندي انا بس رح اتدخل بالتمرين الستة عندي الحرفين c مع الh c مع الh رح نسميه تش تش مثل كلمة تش chicken تش chicken اوكي الي جرامر انماط السؤال هناك نمطان رئيسيان للسؤال طبعا السؤال يعني لكوشن لدينا النمط الاول دابليو كوشن لماذا سمي دابليو كوشن لانه يبدأ باحد اسماء الاستفهام او ادوات الاستفهام كما تريدون ان تسمونها اه الا وهي where اين when متى what ما او ماذا why لماذا who's لمن who من which اي how many كم عدد how كم وهناك ايضا العديد منها مما يتألف هذا النمط اولا نضع اسم الاستفهام ثم فعل مساعد ثم فاعل ثم فعل اساسي ثم تتمت السؤال ولا ننسى اما النمط الثاني yes or no yes or no question يعني نعم او لا لماذا سمي نعم او لا لانه يبدأ بترجمة هل هل تحب الشوكولات هل تذهب الى الحديقة نعم نعم او لا طيب مما يتألف هذا النمط من السؤال اولا لدينا فعل مساعد ثم فاعل فعل اساسي تتمت السؤال ما هي الافعال المساعدة التي اذا جاءت في بداية الكلام تكون الترجمة بها ويكون الجواب نعم او لا لدينا do does did um is are was where can could shall should will would have has had example do you go to the park yes I do or no I don't لا ننسى انه اذا بدأ السؤال بدو ستكون الاجابة بدو اذا بدأ بضل ستكون الاجابة بضل اوكي welcome to the activity book unit 16 save the baby bird exercise one هاد نشاط صوتي صفي ما بيرو عالبيت exercise two look uncomplete هون بدنا نطلع وبدنا نكمل جه عندي الكلمات برهابس ربما بضي جسد طايجر نمر دونت لا adam adam what can you see ماذا تستطيع ان ترى jo it's a cat يعني ربما adam no i think it's a cat لا اعتقد انها قطة it has a big لديها جسد كبير jo no i think it's a اعتقد بانه hmm exercise three look read and complete هون بدنا نطلع وبدنا نقرأ وبدنا نكمل الفراغات عم بيقول سالي and her brother are making a cake سالي واخوها يصنعان كيك what do you think they need ماذا تعتقد انهم بحاجة عندي شقر سكر fish سمك eggs بيض chicken دجاج milk حليب potatoes potatoes potato i think they need اعتقد بانهم بحاجة flower طحين وضيف عليه i don't think they need لا اعتقد بانهم بحاجة tomatoes البطاطا وضيف عليه صح سهل صارت يعني ما بده شي exercise for look on choose بدنا نطلع وبدنا نختار يا اما منحط يا اما منحط question mark ولي هي اشارة الاستفهام عندي one i don't think it can fly لا اعتقد انه يستطيع ان يطير حب نقطة ولا السؤال هون شو رأيكم three when does carla get up متى تنهت كارلا three perhaps they're going to the beach ربما هم ذاهبون الى الشاطئ four where is the park اين هو المتنزه exercise five reorder هون بدنا نرجع بترتيب اذا عندي سؤال بنرتب سؤال اذا عندي جملة بدنا نرتبه اه ترتيب جملة واذا سؤال ترتيب سؤال يعني مثلا انا عندي اول شي عندي سؤال عم بيقول له do you play football do you play football هل تلعب اه كرة القدم انتبهوا انا في اول شي عم في عندي اشارة استفهام بعد كلمة فوتبول فعم بيقلي هون بيّن انه هون عندي سؤال عملي سؤال وفي عندي دو بحضوا اول شي بعدين فاعل بعدين فعل اساسي بالمصدر بعدين تتمت السؤال وهون انا عندي حاضر سؤال بالحاضر البسيط وفيكن ترجعوا على الحاضر البسيط وكيف تشكيل السؤال فيه ورح تلاقوا نفس الترتيب عندي to go school don't to holiday i on انتبهوا انه انا في عندي هون جملة نفي بالحاضر البسيط كمان فاعل بعدين don't أو doesn't حسب الموجود هون موجود don't بعدين فعل بالمصدر بعدين منكمل الجملة عندي three twenty five count to you can هون عم بيسها لكنو هل تستطيع ان تعدلي الخمسة وعشرين كمان بيّن سؤال واضح يعني فدايما لازم يكون الفعل المساعد اول شي وهون انا عندي اياها سؤال بنسميه سؤال can اوكي كيف انا بدي اطلع على هذا السؤال فيني ارجع على قاعدة can الانجليزية مع ذات فيكن تروحوا فورا علي او انا رح اعطيكم اول شي كان بعدين فاعل فاعل بالمصدر تتمت السؤال فورا في عندي دو ايت بيرت سواتهم في عندي سؤال بنسميه احنا دابلو ايتش كوستشن انا كيف بشكل سؤال بهيك بهيك طريقة ومع هيك كلمات اول شي اداة الاستفهام الا وهي وات بعدين فاعل مساعد بعدين فاعل 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 اساسي بتتمت السؤال وان رح نزلكم كيف اصنع سؤالا او كيف اه ما هي انماط السؤال اوكي اكسسايز سيكس عم بيقول ريد ان انسار هون بدنا نقرأ وبدنا نجاوب 1- what's your sister doing now i think اعتقد بانها بانها هي يعني هي تفعل كذا وكذا اوكي اي دون تينك لا اعتقد انها تفعل كذا وكذا هي تفعل كذا اوكي انتبهوا اني انا هون في عندي فاعل فاعل وتتمي بالجمال عندي 2- what are your friends doing now وماذا يفعل اصدقاؤكم الان كمان اعتقد اي تينك انهم يفعلوا كذا هم يفعلون كذا او اي دون تينك اعتقد انهم لا يفعلون كذا وكذا اوكي ولا تنسوا كمان هوني بدى يكون عندي الفاعل ذي لانه عندي your friends اصدقاء عندي اصدقاء كتير اشتركوا في القناة